في رمضان عشرين أربعة وعشرين زي ما قلت لحضراتكم الوجبة درامية مميزة عندي صديقة لها تقولي كفاية كل ما بتطلعي بتطلعي مسلسلات في مسلسلات وهي مثلا وقفة عند ثلاثة أربعة فبدأت تحس إنه الله ده أنا فايتني ده وفايتني ده وفايتني ده لا فايتك كتير كل واحد بقى يعمل جتول وترجعه بعد كده تشوفوا اللي أنتوا عايزين لكن لما نرجع للدراما من بين الوجوه الدرامية طبعا بتلاقي أنت عندك أعمال بتجسد فترات تاريخية معينة وأساطير كنا بنسمع عنها زي مثلا مسلسل الحشاشين اللي بيقدم الحقيقة موضوع مهم جدا عن جماعة هدتة العالم كله وطبعا بطولة النجم الكبير كريمة عبدالعزيز ومجموعة كبيرة من النجوم كلهم نجوم الحقيقة كمان مسلسل جودر اللي بيقدم حكايات ألف ليلة وليلة وبصورة عصرية مميزة وأنا بقول لحضراتكم أنه حيبقى حلوة قوي أنه انتوا كمان تخلي ولادكم يتفرقوا عليه حيستمتعوا بشكل كبير لكن أنا حرجع لضيفي النهاردة اللي موجود معايا اللي خطفناه من كذا عمل يعني أنت حتشوفه في الحشاشين بشخصية مش هتعرفه أبدا لما تشوفه في جودر ولا هتعرفه لما تشوفه في صلة رحم ولا كمان محارب خليه هو يقول الحكاية بدأت منين وأعتقد هو ما عندوش نفس يعني في رمضان لكن عرفنا أنه احنا نخطفه قول فنان عابد عناني في ضيافة التاسعة مساء الخير يا عابد مساء الخير يا سيد شافكي يعني أنت دلوقتي احنا خطفينك من ايه بالزبط من محارب من محارب محارب لسه شغالين بلسه شغالين ايه ان شاء الله لحد يوم السبت فأنا جاي من التصوير ورجع التصوير يعني طيب حيا نبدأ من الحشاشين اللي دورك انتهى فيه يعني الحشاشين يمكن انت عملت الدور من فترة وكنت متخيل هذا النجاح وهذا الإبداع اللي حاصل الحقيقة أنا حابب أن أنا أوجه تحية كبيرة لكل صناعة دراما في السنة دي في مصر على أشياء كتيرة جدا أظن أن احنا ملاحظين أنه فيه سيزون درامي مختلف على مستوى المسلسلات وعلى مستوى البرامج وفيه ناس كتيرة جدا أنا واحد من الناس شاهد على اللي بيحصل اللي بيحصل لأنه فيه صناعة كبيرة جدا وأظن بأباين السنة دي فأنا بوجه تحية لصناع الأعمال بالذات الأعمال الضخمة شبه الحشاشين وجودر على فتح الباب لنوعية الأعمال دي تاني متوقع نجاح أعمال زي دي تماما أنا يمكن بقى لي كم سنة أم حد بيسألني بيقول لي إيه اللي نفسك يحصل بيقول نقدم أعمال تاريخية بشكل كبير حتى لو إحنا متخوفين فهنكتشف أنه لأ أنه إحنا أساسا دي لعبتنا ودي صنعتنا ودي الحاجة اللي احنا طالما نعملها وعارف كبان يا عبد هي فكرة أنه مصر دي بلد الثقافة والتنوير فأنت لما تبدأ تمسك موضوعات واتبعها وتمسك الحكاية من الأول زي الحشاشين وتشير على جماعات هددة العالم ومتشددة ومتطرفة ويعني الحقيقة ليس لها أي صلة بأي حاجة وتبدأ تدخل بقى أجيال جديدة إحنا دايما كنا نشوف الأفلام التاريخية 1-2-3-4 مسلسل 2-3-4 ما عندناش يفضلوا يتعادوا يتعادوا فدي فرصة أنه إحنا نروح لأجيال جديدة الحقيقة فعلا أنه كان يعني إحنا كان واجب علينا أن إحنا نبتدي نعمل أعمال زي دي لأنه ما كانش فيه في الفترة الأخيرة على الأقل من باب التنوع إحنا كان فيه موضة بتطلع بنوعية أعمال معينة بتركيبة أبطال معينة بتركيبة شخصيات وحوادية معينة فبتبتدي زي اللي كان بيفتح محل في حد بيقلده ويفتح محل زيه بالظر فبتدى يسود نوعية أعمال شبه بعض في اتجاه واحد سواء أنا مش ضد أي اتجاه بس ما كانش فيه عندنا تنوع فإحنا كنا مميزين في النوعية دي في نوعية الأعمال التاريخية اللي بتستند إحنا كان عندنا ده موجود أنا وأنا طفل كنت بتباعد اتفرج بشكل شبه سنوي على كذا مسلسل من النوعية دي فإحنا كنا مقصرين شوية في الحتة دي فأظن أنه الاهتمام السنة دي بالتنوع أوجد مساحة للأعمال اللي زي دي أنها تبتدي كتاب كبار يتناقشوا مواضيع مهمة زي أستاذ عبر الحين كمال وزي أستاذ أناور عبد المغيس وزي غيرهم كتير جدا يعني أصدوا السنة دي أنه يبقى فيه أعمال متنوعة قل لي بقى دورك بقى في الحشاشين أنا في الحشاشين كنت بعمل دور أتلوك بدري أو أتلوني في الحلقة الثالثة أو أب كنت بعمل شخصية نظار بن المستنصر والحقيقة هي شخصية يمكن تواجدها ما كانش كبير جدا لكن هي بالضبط هي شخصية مفصلية جدا في حدوت حسن الصباح وفيه مثالة بعد موته حسن الصباح تعامل مع موته إزاي في تجنيد كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في المسلسل يعني مش عايز أود أحكي عنه وأنا كنت مهتمة جدا أن أنا أكون في مشروع زي ده فبمجرد ما تم التواصل معايا أن أنا أبقى موجود أنا ما قلتش أنا أعمل إيه يعني أنا رحت تصوير بتدينا نحضر لأنه التحضير للأعمال اللي شبه كده يمكن ده اللي خلاني أوجه التحافي الأول لصناع الأعمال دي التحضير للأعمال دي فعلا عالم تاني فكنت مبسوط جدا أن أنا شفت ده بيحصل وزي ما حضرك سألت ولينا روح الكواليس كتعاملة إزاي يعني الكواليس مع بيتر ميمي دايما احترافية إلى حد كبير جدا يعني أنا مش أقول مرة أشتغل مع دكتور بيتر جوه الجماعة وجوه الأحداث هو يعني أنا بطبيعتي أنا لما بقدم شخصية فببقى بضيف جزء من خيالي على اللي حاصل بس اللي حاصل كان فعلا بيدخلك في المود أنا في ألف ليلة وليلة أول مرة دخلت دي كور الشامعين دا لا هتوصل ألف وليلة وليلة هناخد فاصل أوكي احنا نتكلم على حشين بس أنا في حشين ناصلي وردو كنت يعني في شرفة ما تواجدتش كتير لكن باين جدا من المجهول اللي حاصل إنهما كان فيه ألف ليلة وليلة ببارح كان أنا ستكت حتقتلك ولا أنت موت ببارح لا لا أنا مش هموت دلواتي لسه 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 نكمل الجزء التاني لسه مكمل لا مش هموت في كل المسلسلات لا لا مش كده يعني مش هيعملوا فيها كده طيب حنرجع تاني وزي ما قلت لحضراتكم دي فرصة إنه بنشوف فنانين كمان بنشوف وجوه جديدة وجوه متنوعة وشوش كده تطل علينا بأشياء جديدة عابد عناني أنا وقفت عند الاسم انت مناني عم عابد قال لي لا والله مصري من دميات فخلينا نرجع لابن دميات بعد فاصل قصير ونستكمل ونتكلم على جودر ومحارب وصلة راحة أهلا أهلا بحضراتكم مازلنا في حوار مع الفنان عابد عناني اللي بيقدم عدد من الأدوار المختلفة في دراما 20-24 في الحشاشين في جودر وكمان في محارب وصلة راحة وعابد إحنا قلنا عشان سألتك على الاسم فعابد أنت قلت أنه أنت من دميات ده هي قلت أن أنت من دميات أنا من دميات ناس كثير سألتك أنت مصري أو أيام الاختيار أيو أيام الاختيار يعني كنت بدأت أحس أن أنا سوري من كتر من الناس بيت يعني بس مش باين أنه هو مش مصري يا جماعة لا والله مصري والله أنا مصري جد بالذات كمان في الاختيار كان فيه شوية ممكن الشخصية كانت تكلم له عربية إلى حد ما في أوقات كتيرة فيمكن إيه ده مع الاسم فده بيعمل التوليف طيب هنرجع ليه ليه جودر بقى أنت في ألف ليلا وليلا أنا كنت لسه أنت مع الأشرار بقى آه في الشمعيين آه زي ما كنت بقول لحضرتك أنا مبسوط أن أنا بتفرج على جودر مش أن أنا شغال فيه أنا حقيقي العمل ده يمكن أنا متورط فيه بقى في الشغلة أكتر لأنه ما موتش في الحلقة الثالثة فشفت بقى كنت بقول لحضرتك أول ما بدخل الديكور بتاع المعمول وشوف المكملات بقى اللي هي بتاعة الجرافيكس والكرومة والحاجات دي فكنت متوقع أن احنا هنشوف عالم ساحر بالذات باهتمام أستاذ تيمور تيمور وأستاذ اسلام خيري بالعناصر بتاعة الصورة دي والورق أصلاً اللي مكتوب اللي كانت بأستاذ أنور عبد المغيس فعلاً يعني بيه صفقارتي يعني عمل بيحكي حدوتها بشكل لطيف حتى على مستوى شهر أيار وشهر زياد الحدوتة تقريباً ما بقاش فيها اختلاف عن معظم الحوادية العلاقة اللي بينهم قبل كده لكن مكتوبة برضو بشكل مسلي جداً وشكل حلو جداً إبهار كمان الصورة مدي للحدوتة يعني شكل جديد وأداء الممثلين كل حاجة بصراحة الحمد لله الحقيقة كلكم كل واحد في دوره بعناي يعني بشكل كبير يعني الحمد لله وبعدين برضو يعني أحيق برضو الفنان لما بيعمل الشرير برضو إيه اللي هو الفنان لازم يغامر مش لازم يطلع طيب وجميل يعني الشر ده برضو فرصة جديدة أن أنت تبين من جواك تمثيل مختلف يعني هي أدوار الفيلين أو الأنتي هيروز يعني بيبقى فيها مساحة كده مستفزة شوية للتمثيل وفيها حرية أكتر في أن الواحد يشغل خياله في أنه يدخل البن آدم اللي عنده الشر ده بيبقى ناتج عادة من خلل في السلوك فالخلل في السلوك بيخلل البن آدم أميلا لأنه بقى مش طبيعي أو يتصرف تصرفات مش طبيعية فده بيدي الممثل مساحة أكتر أنه يقدر يشغل خياله يشغل خياله ويطلع طاقات هو يمكن معرفه بالزبط في العادي يعني ممكن لما تتفرج على نفسك تقول إزاي عملت الدور ده أصلا بالزبط طيب هنروح بعد كده أنت يعني كمان صعب جدا عملت كذا دور في الدراما رمضان والأدوار اللي هي متباينة ومختلفة جدا يعني أنت في محارب دورك بقى أكلمنا عن محارب أنت لسه بتصور فيه أصلا لسه بنصور في محارب ومتصور لسه في جودر في جودر إن شاء الله بنستكمل تصوير لكن بعد العيد إن شاء الله عشان الخمستاشر التانين مش عارف معد عرضهم إمتى لكن يعني المسلسل 30 حلقة مش خمستاشر سيزون 1 خمستاشر حلقة فبس بعد العيد لكن بس دمر التصوير جودر محارب يا سف دلوقتي هو محارب عمل مختلف بقى عن الأعمال دي تماما هو عمل مسلسل شارع يعني مسلسل عن بطل ابن البلد الشعبي اللي بيمر بالظروف كتيرة جدا يعني بسبب ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وفيه شق كبير جدا في المسلسل وده يمكن أكتر حاجة محبباني فيه خاص بالصعيد بأنه البطل ده أصوله من الصعيد فهو يعني بيستعين بأهله اللي في الصعيد دول علشان يقدر يواجه المشاكل اللي عنده فأنا استغربت أصلا من هم يعني يكلموني علشان دور صعيدي يعني يمكن دي كانت أكبر مغامرة السنة دي كنت يعني عامل شايل حسابها لأنه أنا يمكن ملامحي ممكن تبقى بعيدة شوية عن سكرة تتقبل بالظبط ما هو ده اللي أنا قلت النفسي وده اللي هو ما ألقوني الله يرحمه طبعا أصدر عبدالعليم يعني لا نقارن به أكيد عايزة أكمل كلمي معاك بس الوقت طبعا وأنت عارف السياف برضو بتعمصرول بتقاعد هنا في تساع أحيانا بس سريعا سلة رحم كمان وجودك فيه دور اجتماعي لطيف جدا يعني سلة رحم بقى عمل ما بين البنين لأنه أنا يمكن أهم حاجة بلاحظها في ردود الأفعال إنه الناس ما صنفتش أي شخصية في المسلسل ده لأنها شريرة أو طيبة هو عمل بينائش الإنسان لما بيتحط في اختبار علشان خاطر يرتكب أفعال لا أخلاقية أو لا دينية أو أفعال تبدو للمجتمع أو للقانون إن هي غلط لكن هو عنده مبررات ليها فبالتالي هو الشخصيات دايما ماشية ما بين الخطأ والصواب فما فيش فيهم شخصية وده الحمد لله كان محسوس جدا من كل الشخصيات اللي في المسلسل أو أولا من حسيم اللي هو يد نصار كل الشخصيات محمد جمعة كل الشخصيات أنا نفسي أكمل كلامي معاك بس الوقت للأسف لكن يعني كلمة كده في عشر سويني تقولي لو أنت ناقد أنت ناقد على نفسك رتب الشخصيات اللي أنت عملتها عمل لي واحد اتنين تلاتة اربعة في اللي أنت شايفه بعد ما خلصت سلة رحم زياد بتاع سلة رحم ده أكتر شخصية أعتقد أو أتمنى أنها تكون وصلت للناس بشكل كويس الشخصية التانية بتاعت محارب جمال جمال المحاربة أيوة ثلاث شخصية أشمع أشمع جودر ورابع شخصية نزار نزار أتمنى لك التوفيق وأعتقد أن هي كانت فرصة حلوة أنك تطل علينا وجه مصري عامل كنت كنت مبدع أيضا قبل كده في الاختيار وبالتوفيق إن شاء الله شكرك شكرا جزيلا وبالراحة لأيسر جلال في جودر يعني بلاش الشعنانة دي يعني بالراحة الراجل يعني أنتم معزمين وتعزيم مش بطل يستحمل بقى الفنان عابد عنيني هي دي الدراما وهو ده الفن إن أنت تفضل تقدم أجيال وإنك تعمل فن حلو وتعمل كتابة حلوة وتعمل صناعة فنية رائعة الدراما المصرية صناعة مهمة جدا مش بس إنها تعرض في رمضان ويعدي لا بالعكس أنت بتبني عليه فإنت كمان في العالم العربي ليك وجود في العالم بشكل عام ليك وجود فكرة إنك تقدم موضوعات ما كانش حد بيفتحها دي تحسب تماما للدراما المصرية ويا رب تستمر أكيد وإن شاء الله تستمر تنوير العقول والثقافة ده أهم حاجة بشكرك شكرا جزيلا فنان عابد عنيني بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا إن شاء الله أكون مع حضراتكم ونكمل كلامنا وإنتوا يكملوا ومتابعتكم لدراما رمضان سلام